أنا هارمي أنا هارمي رجل أعمال سعودي يدفع 10 مليون ريال لمشاهدة نجوم الهلال والنصر ضد باريس أهلنت الهيئة العمل للترفيه السعودية عن فوز رجل أعمال بتذكرة فوق الخيال التي طرحت في مزاد علني بدأ بمليون ريال وحصل عليها رجل أعمال السعودي مشرف الغمدي بعدما وصلت إلى 10 مليون ريال لمشاهدة مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في كأس موسيم الرياض والمقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين السناء الأفضل في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمنضم حديثا لصفوف النصر والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس كشفت الهيئة عبر حسبها الرسمي على تويتر عن التبرع بقيمة التذكرة كاملة لصالح منصة إحسان الخيرية في السعودية وستمنح التذكرة صاحبها فرصة مشاهدة استثنائية حيث سيشاهد المباراة من مقصورة خاصة بجانب تناول وجبة الغداء مع الفريقين قبل اللقاء بجانب التواكد في مراسم التتويق ودخول غرفة ملابس الفريقين وحضور احتفالية الفريق الفائز بعد المباراة وستشهد المباراة مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو بعد آخر اللقاء جمعهما في كلاسيكو ريال مادريد وبرشلونا يوم ستة مايو 2018 وتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق وسجل رونالدو هدفا وكذلك فعلا ميسي وبشكل عام شهد لقاء يوفينتوس وبرشلونا ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في يوم 8 ديسمبر 2020 والذي حسموه النادي الإيطالي 3 مقابل لاشئ آخر مواجهات النجمعين عزيز المشاهد لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكل جديد مع جمال وراء تحياتي وتحية قصة الثقافة ومعلومة تابعونا